اه اه اتفضلي هين العقل يا رويهاني هم موكلين يا قبض مهياتهم حتى اسألهم هيا اسألهم ده ايه كلامك مصدق عندي مية المية يا فندم بس هم عملوا ايه اه اه اتأخروا عليك في الجمعية ولا حاجة ياريت بيعرفوا يحوشوا ولا يعملوا جمعيات دول مبزرين علشان كده انا حمسك الميزانية اه انا كنت عايز حضرتك في الموضوع كده اه 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 او اه اهلان الدكتجروا يعمل ايه هيا عملا ايه ايه يشعلك overcome ايه مروان في ايه مفيش يا فندم انا بس كنت جاي افكر حضرتك بموضوع ثلثة انا كنت مكلم فيها ساعتك اه 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 ايه وعايي الظلفة ليه ام اه كثير اEngai اه 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 strokes اه انه حالي ان انه كن في ان وضعش محطة ازعية هي فتحوها جديد فمى كان عندي اطبيع مقابلة جدا جدا أيها انا فاكراك عايز صلفة علشان حد قريبك عيان عايز تجيب له دواء ولا تعمل له عملية لكن عايز صلفة علشان بدلة عايز تتمنظر وانت محليتكش حاجة جي الهايف جي الهايف فعلاً يا روي هانم طلبك مرفوض الله يعني خصم خمس ايام علشان الهايفة اللي انت فيها دي فضل مسي جداً لحضرتك يا فنم فضل رباني خليك اللينا يا تيتا وديك الصحب حول حول لنا فوقانا جداً يرجع مرجوعنا يا هانم للموضوع اللي انا كنت عايز اكلم حضرتك فيه خير انا راجل وحداني وامراتي متوفية بقى لأكتر من عاشر سنين مش فاهمة حايز اقول لي زعادتك ان انا حايز اتبط بيكي على سنة الله ورسوله وفرق السن اللي بنا مش وهم فرق السن يا بجم عم يبعدين يا رقوف هتعمل ايه؟ ما نوعا دا حق بصاحب بصاحب يا موانو لنا استحملت اللي مفيش زوجة في العالم تستحملت مم اسمع رقوف ميه الخلفة الخلفة يا رقوف هي الحال الوحيد للمشكلة داي اسمع مني يا حبيبي الخلفة ديه يا موان مش عايزة تاكيز طبعا احنا مفيش تاكيز خالص انا زوجم مترقبة بعط عشرين ساعة اسمع رقوف موضوع اسم عيسوه هو نطش متكلم على طول حاضر حاضر بقولك ايه انت تروح دلوقتي ورا اخوها في البيت ها والطيب خطرها بكلمتين خلاص اتقوم واخدها كده تحت باطك وتاخدها وتروح في اي حي التفادي مفعش تاديخي بيه تحت الكوبة تحت الكوبة ايه حيواني انت انت بتستزف دي مواطي اخد مواطي تحت الكوبة ايه يا ملادي ستة دي امانا وان شاء الله كلنا نكبة عشان خاطي عشان خاطي وبنا يعني خديها على الادة على والله باباكراها يا رقوف انا مش عارفة يا بتعمل معايا كده ليه طب اقولك ايه بقى احنا مش عايزين نضع وقت بصواحة يعني يعني احنا لسه في عز الشباب نانسيت ان احنا لسه عايزان يا منار في ايه يا منار كزم عايز شوية انا وبنا بص بقوا ها ايوك اتحك يا منار شوف ان يعمل ايه انا ورا بيت اخوك يا منار ابن حلال يا باييم كنت عايزك الكلمتين ابن حلال اقولك يا ابايم خير عايزك بصواحة يعني يا موديل الجميل بقى عايزك تعمل معايا الصحة اللي هو ايه يا زميلي يعني يعني يا ابايم حتك لحمة مش شوية بقى حتك جبنة اومي وض مرتك واخلع ليه؟ ناشوة جاي ناشوة بيت موناشوة اه ميسا ميسا ابايم ميسا ميسا رووف يلا منار يلا منار امي يا بات ربنا هاد سري هل بس تايبس مفاجأ مونار ميسا ميسا ابايم ميسا ميسا رووف هنا يا اوف؟ وفي ايه منار؟ هنا ايه ما انتعرف العيشة في البيت بقت سودة وتتا يعا اقولك ايه ما انتفاها وما تلمى عليك منار؟ وبعدين عايزين يعني ناعد نتكلم نحس ببعضه منار؟ اما انا انا ااجل وبحبك وانت ماتي فعادي بقا عادي بعدين احنا مصيطين تقلعيش سيطار سيطار احببقولك ايه اول ما اقولك اوكي ابدأ اياها بازا ها يلا بوس يا منار بوس بوس يلا عادي فين؟ انا هاقس وكا انا هاقس وكا انا هاقس وكا وربنا ماتي ننزل يلا ماتي نزل يلا ماتي ايه؟ ايه حبيبك وربنا ماتي صدق صدق انت بجي ماتي اوهبنا ماتي صباح مش نصدق شهود وتلبص الحمد لله يا رب الحمد لله حضرتك فيه ايه؟ انا امرأة وانا مش مشقوطة ايه امرأة ايه امرأة كلمة فادي ده قدام جوزك انا مش مشقوطة يا فندم الست دي والله ماتي وبعدين ما انا جيت لحضرتك قبل كده مرتين في ضعاة ومخضات جاي حضرتك في الموة اللي مينفعش تحبسني فيها وحدك مصممي عليك بصة روف المرأة دي حتتحبس بقنة شوف انا وانت مستنين اللحظة دي بقلنا قد ايه؟ وهجت لغاية عندنا عيشها بقى ارجوك ما تفسدهاش بكرا الصبح هتتعرضوا عن نيابة وانهارد عباته في التخشيبة يا فندم صدقني انا امرأة وفي ايه يا روف مالك؟ مش عايف ماني حاسس جسمي سائع كده مش عايف مش عايف شاكلي تعبت انتم صممين على الكذب؟ طفيني القاسيمة حاضر يا فندم موجودة القاسيمة الحمد لله طوى كادم تيتا معلش 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 جبالك يا فندم عشو حضرتك يعني ده شاكلي الناس علوه امسائخية تيتا ممكن تيتا يعني هاتح حضرتك معلش تجيبيلي قاسيمة الجواز بسوع جداً على الاسم لو تقام دي لأ مفيش حاجة هما بس هزي يتأكدوا ان دفع معه كام ومؤخر كام منظركوا ايه قدام نفسكو لما زوج وزوجة يتقفشوا في عربية في الشارع بزمتكو مانتوش بكسو فيدي قل ايه يا مكعم مو اغرس مش عيب ان الزوج ولا الزوجة يحبوا يغيروا يجددوا مش يروحوا في مكان مشبوه ويتقفشوا خدوا الكيومين في لوكاندا سافروا الكيومين ويعودوا ع البحيرة بحيط ايه تيتا احنا عايشين في كندا فيها في واقعية شوية بقى اخرس خالص الظاهر ان انا سبتلكو الحبل على الغرب لكن قسماً عازماً انت علماتي ما تنفذتش انتو عارفين هيحصل لكو ايه هات هات مفتاح الشق ليه خير تيتا في ايه هات مفتاح الشق بزرعة فضاء حديثك فضاء طلعوا له في جيوبكو ايه ده هتقلبنا مناعة ده ما عصلتش كده في اسمه تيتا بقول صلعوا له في جيوبكو فضاء حديثك فضاء ايه ده هات هات فضاء حديثك فضاء فضاء هات تمان وابنا ما معايا لأ هات تمان فيه وابنا ما معايا اقلم جيوبك اهو تكتير 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 ما ايه لحسان حديك على بوسك خاصة ايه باش حاجة تنفذتش واستعمدين طيب غر من واشي هاتيتا اخوة نامت في حلم معايا حديثك تقولي لحلام ولا حيا مباحتي شفت ان وضوع وصل لأيه معايا بشخصيتك ايه مش شوات من قدام حاضر يا منوعة وحشان يا منوعة سبني في حالي ايه انا مش طايقة نفسي مالك يا منوعة حازم حازم كفاية كده روحوا نشوردون وتعالا اخد الباق حاضر يا تيتا حاضر مانوعة مش عايز كتاب نفسك في اي حاجة اه لو عنديك حاجة وسخة سباني بيه بعمل ايه ياتي بادة بابا 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 شين ايه تبنوعة عشان بخير بس اذا ما تمتش هدك انا حاجة مش بتاعتك حاصر وقتك اوكي اوكي ها مستعاش ريدي خدتك صورة اوه ها ابدأ في مكان جديد ما فوش قهوة اوضامة ها ما تقواش المقسة بتاعتي اوه 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 كنشو فيك اشيل هواه مش مكان عطانة اه قدامك عطانة فإن المدير بنتأخذ مكان مقارونة الني خبت مقارونة وأخوني عليهم حلم تصرزح دي دي أوفك متروح اللي ايه تلاقي معي انت كلينتها الله ان هو اخذ وديها زيادة من المدير انت عاقب الزوفة موان راح بيضا عدتنا الزابية الزبون دايماً على خط انت يا زمن هاسي علينا يا زمن يا تيت احهم عليكي الشمس هتحقنا مش عايز اقهى الاهمات اسمع يا ولد انت تسمعني وانت ساكت خالص فهمك العلماء لغاية النهاردة ما يدروش يوصلوا لقودة الملك مما يدل على عبقرية الفرعنة انت يا حيواني اللي اسمك إبراهيم بتعمل ايه عندك عايزة مني ايه بس يا تيت عايزة مني ايه ما انا سامع جودي بتكلمها على الفرنعة فرنعة؟ اسمهم فرنعة؟ ما انت جاهل اسمع كويس واستوعب يمكن تستفيد استفيد من ايه لما اخذ ده يبقى انا في شوقت رامل وشوقت حجرة وتريد يستفيد ده ايه الخروج الزافت دي يا رووف كنا روحنا للقناة الخيرية كنا روحنا بلنتين كنا شاملنا شوقت هوا نظاف عايز تشم هوا؟ او من عناية الاثنين جوبلز راب كلاب لا كلاب لا لا كلاب لا لا كلاب لا بص بقى يا عبدو الحكاية ما فيها ان دي اختي مونار اهلا وسهلا وده جوز اختي رقوف يا اهلا وسهلا عندهم مشكلة كده يعني هم يحكوا لك بقى بمعرفته بس ما عايزك تعمل معهم بالصح ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله قول يا مونار دلوقتي الشقة نصها باسم عقوف ونصها التاني باسم جدته اللي احنا عايزينه بقى ان احنا نقسم الشقة وكل واحد يعيش في نصيبها يا سيادة المتشار حضرتك مش فهم الموقف السيادة دي تريب بيجامد جدا الله يعني سعب عليكوا قوي كده وهي اللي مع وراجوا عاملة البلو دي ما انا شايف ما انا شايف والله يا الاختي منار برضه قالت فكرة يعني مش يعني مش وحشة احنا نرفها قضية ونقدم الورق والمستندات اللي تثبت استحالة العشرة مع الست دي وانتوا طبعا هتبقوا موجودين وحتشهدوا وقول لكم انها ستة مش طبيعية طيب يا رجلة نيش هكو نيش هكو نيش هكو نيش هكو طبعا نيش طب قدروا نسبة على واقعي الاستاذ عروف تكرى الله يا استاذ عبدو قفى عضي طيب في عربون ولا احنا هنعمل قضية دي بالحب كده يا قدر عمل حب وفي عربون طبعا هدفع رغوف كم حضرتك؟ لا 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 ما اخدش فلوس في ايدي بقى اللهم صلى على النبي مش بقول لك يا شرفنا ما تفتحوا الباب هو انتوا اضطراشتوا والله ما تستاهلوا تعيشوا في البيت ده مادام راوية سيف الدين القاضي ايو اتفضلي ايه ده؟ مرفوع عليك قضية مين اللي رفعها؟ ما تقرى حضرتك امضيلي هنا عشان انا بستعكل هنا هون الف شكرا سلام عليكم موسيقى هذه هي القضية سيد وعيس كما شرحتها لكم بادك تفاصيلها فالجالي يا استاذ خلص ما قالك اربع ساعات بتتكلم طيب انا ارجو من هيئة المحكمة ان يتسع صدوها لسماع الشهون شكرا سيد وعيس يا فندم انا جاي اشهد مش عشان رؤوب صاحبي انا جاي اشهد عشان ارضي ضميري الست دي تطهق بلد بحالها مش واحد امراته والعيش والمالحة ساعات الباشا لول الحق التتة دي ما تتعشرش دي مبهدلة اخت اخر بهدالة اخت منار هي ابو ازهر والستيز رغوف راجل محترب يا باشا دي من ربيك لما صنع عندها في البيت السبع ده الواحد واربع عقل طايرة منه ده غلا مواغذة لان انا اتحددت بس اقولك يعني دي مش موضوع انا حقي وهاخده على الطرق الاخده لما اخذ ساعات الباشا على اللي شفت باعنايا واسمعت بوداني يا فندم الولاد دول كان عايشين معها في عذاب عظيم تصور ساعتك جات لي مكتبي طالبة تاخد مرتباتهم بيديها يا فندم حضرتك انا ولعت صوابعي لعشرة شامعة ومفيش فايلة اكلمها بالهداوة تشخط وتنطر اعمل لها صفرة مليانة اكل تبهدلنا وتبستفنا حضرتك احنا حياتنا كئيبة قوي ما عايش انا زي ما يكون ميت لنا ميت يا فندم احنا في عز الشبابنا عايزين نعيش زي ما احنا عايزين مش زي ما هي عايزة بس يا خير يا عايز حضرتك يا فندم يعني سوي ان انا يعني متوددة شوية لان انا مكنتش عايز اقف الموقف ده خصوصا حرك يعني حرك اعرف انها جدتي يعني بس حضرتك انا عايشت حياة يعني اخي ممطة ومش حضرتك السنية دي ولا اللي فاتت لا يعني زمائة من اول ما جيت الدنيا ممطة 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 يعني وكبقت قلت استحمل لكن اتعملت معاملة حضرتك يعني يعني سوي مش قادة قولها في المحكمة بس حضرتك يعني اماتي حامل بس حضرتك يعني اماتي حامل الحمد لله عباء الاولاد حضرتك وحضرتك جدي قاللي الله حامل الله حامل قاللي انت لازم تكون قدوة فحضرتك فقط معايا يعني كون قدوة من الناس القاعدة دي حضرتك اكيد الولادي صح ازاي حضرتك ابقى قدوة الولادي وانا بتعمل معاملة دي يعني من قاسم يعني هفتعد يعني حضرتك ممكن ابني شوفني وانا ماشي سوي يعني بطلتش يعني الحقيقات اللي انا ممتداء من تيته عشان ايه اعتقد ايه انا كان انت عباء وفي نفس وقت متلغبط عشان انتي بعض وجدتي وما كنتش عايز اقف في الموقف ده انا قاسم من خاتم ان اقتحضرتك كتير شك قوي شك قوي شك قوي هعليه العوض ومنه العوض يا حضرت القادي اذا كانوا ولادنا بيعملوا فينا كده في اليومين اللي احنا عايشين هم يبقى خلاص على الدنيا السلام انا عندي خمسة وتمانين سنة يعني رجلي والقاب ورقوف مش ابني رقوف حفيدي وزي ما بيقولوا أعز الولد ولد الولد معقولة أقف أنا وهو النهاردة في محكمة عايز تبني صور بيني وبينك يا رقوف خلاص كل واحد زعلان من التاني يبني بينه وبينه صور خلاص محناش قادرين نعيش مع بعض صور بين الولد وأمه وصور بين البنت وأبوها خلاص خلينا نبني في أسوار لغاية ما نحس إن إحنا عايشين في سجن غلط إن أنا عايزة أخليه يعيش كويس هو ومراته يمكن أنا عصبية شوي لكن والله العظيم أنا أملي في الدنيا إنهم يعيشوا مبسوطين يا حضرة القاضي أنا مش عايزة حكمك أنا خلاص كتبت نصيبي في البيت ليلة فرح رقوف اتفضل يا رقوف العقد أهو ربنا الهدنيك أنت أمراتك خيال دكتور طمني أستاذ رقوف عمي تقول لحضرتك ما تنساش تأكل الكلاب حاضر حاضر هأكل الكلاب هأكله ماما صلي على النامس بارك النامس بخير بخير اللي زي تاتا دي متأساسة على قديمه عايز حاجة رقوف شاك أباين عايز فلوس قبنا خليك أباين بيت خلي بليك من الجوز اتحاجرين عليك قبنا خليك سلام عروف هأكلمك ها ماشي متشاك أول حتى أوليها تعبانة أكل الكلاب وقوضات سلبيت فضي يا رقوف تلسم إيدي كونا حتيتي ملح حتيتي ملح فضي حبا لا ليه سبحان الله أحلى واحدة تعمل في الشهو متحبش في الشهو بوليك يا مناه موكا إن شاء الله تيتها تخج من مستشفى عايزين بقى نستقبلها بأكل أقتهم عدمها هنزل أجب لها شوية بتلو هي بتموت في البتلو حاببتي وأجب لها بطاية حيلك حيلك إيدي كله تيتها ملهاش في الهصة دي أنا عندي فرخة في التلاجة سلقها ونعمل شوية تشربة خضاء أوكي بقول لك إيه احنا خلاص هيبق عندنا عيل لازم نعقل شوية نصرف الأساسيات وبس ونقعدش تجيب في حاجات ملهاش لازمة حاضة يا مناه حاضة يا مناه مش نقص الزعيق ما صدقنا أنت إحنا شوية من الزعيق خلاص إحنا شاكلين كل ما فقها غلط يا حبيبة هيكت عصبية قوي بصراحة خليت نفهمناها غلط بس تصدق هي وحشتني متقلقش أنا هفرفش هذا أيوة يا مهو اسود نسيت أكل الكلاب الكلاب كلاب كده برضك يا رعوف هيا ما عليك بقى وانا كل شوية حاضة نظف إيش يا كده يا مناه إيجوا لو سمحت هي الحكة اللي كانت جوهنا قلتوها قدة تانية ولا لسه جوه لا أحاول ولا قوت إلا بالله مبقاء لله ماتت ويزعلنا منا يا مناه كد نفسي وضح بس أناعرف إن هي كده بتحبني وأنا والله بحبها بس ما تقلتش هتصور إن أنا بحبها قوي كده وليه ما هو إنسان بيشوف الوحش بس بس أنت دي انت عصبية وبتتنفذ بس ما هي كان لازم كده كدت ربيني ومن مين يا ربيني المسكوا بعضها يا مناه دول حاجة بيها قوي ما بنحسش بيها لما طوح مننا الله يحام كاتيد الستد يا مناه هي اللي خلتني بنيها عدم يا حيوان يا حيوان يا حيوان انت فين يا حيوان رأ روف إيه دا انت؟ انت قاعد هنا وصاوبني في القرى الواحدة جايبني في مستشفى سبالة ما بيفهموش أي حاجة في الطب قدوخ شوية يدخلوني الإنعاش كفاية والنبي بديتك فاية حبد الله على سلامتك يا تيه يلا يلا نمشي يلا نمشي المستشفى دي طيب يا راقوف طيب 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 يا راقوف ما قالتش يا حيوان لو تقاومتي يا ف fandom إن بقو تأكدهم المعلومات قبل ما تنمطوننا حدريك تقصد الحاجة راوية أنا كان قصدي واحدة تانية خالص الحاجة راوية دي سحتها بمb أجب الشي Свين يلا يا حيوان موسيقى 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 اكتبت بشوتك الزف شكرا الرايف فسامعت الواحد ولكن امتقلنا النرور للنهاردة انتي يا فاديك بتصيب للدنيا بجدرب تقلب وعمل اللقاع هنا على الهوة هو لا عمل ايه سياتك والله هم اللي وقفون هنا يا فاديك عنقلك فين تاني يا اخي انا مسافاته انا اسف احنا جعلنا بلاغ من النجدة ان في واحدة بتاولد هنا على المحور فضل اتصرق وريني الطريق هتفتحه ازاي اختبرك اختبرك فضل ايها ده لا مش ادرب اياه! روح جفلي تشتو مية سخنة بسرعة! تشتو مية سخنة عميخوا. بسرع! يلا تشتو 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 ياتقام! تشتو ما هي اتخام! اخت موت غسك! بتشتو معادي اقتصا تخام! تشتو معاها تشتو اتخام! يان! يان! يا انا بنتولد عميخوا! عميخوا! اه بينا. بتشكي اهوه. بتحلو اهو كده. ما فاضل ايه? تعالة طلوة عندي تعالة. اخلي كمان تكايم اهب. رفتك حلوة يا مناقش. جايلي كمناقش هايلي كمناقش هايلي كديت بصو. ياه ياه. ياه ياه. 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 ما علش يا مناقولي تيتا تيتا. سيكا تيتا. وانا ميل يابهي وانا ميل يابهي. مش وقته. مش وقته. لا اتساق اتشم 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 اه لا ترعوب صديقك يا فادي المداب بتويد. خير خير. يا مصر يا مصر يا مصر يا عمدي. يا صعب يا عمدي. معيش بان معيش بان عمال اولاد. خلوا موال. خلوا مولود خلوا مولود. خلوا مولود. مابوو والد. مابوك يا عمدي. مابوك يا حبيبي. صبف عزيك وعزي يا منا. والله بيت تشيله. ابعد ايدك كلها بيكروبات. وبعد بمفزك. يا انا هاسود ابني يا جماعة ابني يا نهز. ان شاء الله اسميه رمان على اسم جدي. رمان رمان ده ايه ده حفيدي انا اللي حسميه. حسميه حشمة. حشمة ايه تيت هو موظف. ايه الاسم بيها دي حشمة حشمة ده ايه. انا سألو وطن الواب. اخرس انت. وزع دربات يا انفوضي. وحاجة ساعة وعصير. يطبق عندي وعزيك ان شاء الله. يطبق.